قوة المعيقة والسرعة الحلدية القوة المعيقة هي أن ريشة تسقط من السماء إلى الأرض بسقوط حر ثم تواجه صعوبة في الهبوط بسبب مقاومة الهواء هذا الهواء قوة المعيقة هي قوة تأتي عكس إتجاه الحركة يعني أنت جانس تسجري الآن بإتجاه اليسار فجأة تحصي قوة الهواء مثلاً جانس يدفعك على الخلف فالقوة المعيقة هي قوة تمانع الحركة قوة تمانع الحركة بعدين عندك هنا يقول لك الشيسمو القوة المعيقة هي تنتاز بمين الموائع أي مائع هو يعتبر قوة ممانعة عندك الهواء وعندك الماء ودرجة الحرارة واللزوجة وزي كذا هذه القوة تمانع الحركة كأنك تقول لك أرجع وأنت إلا ما تمشي وكلما زودت قوتك في تجاوز هذه القوة الممانعة زادت القوة الممانعة بحيث تحس أنه في شيء جالس يضغط عليك أما السرعة الحدية هي لحظة تساوي قوة الممانعة مع قوة الجسم مع قوة الجسم بحيث أن القوة المؤثرة المحصلة فيه تساوي صفر تساوي صفر إذن السرعة الحدية هي اللحظة التي تساوي فيها قوة الممانعة مع قوة الجسم والقوة المعيقة هي القوة التي تمنع حركة الجسم وتكون صدود له ترجمة نانسي قنقر